موجز التاسع على أهم الأخبار مع ميرنا إيها بتفضل يا ميرنا شكرا لكي جمانا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جراناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعا رئيس السيسي كل المصريين للمشاركة بكثافة واختيار من يصلح وعقدت العزم على ترشح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة أعدكم بإذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها اتفضلوا استراحوا لو سمحتوا اتفضلوا وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضمريهم الوطني المتجرد من يصلح والله يولي من يصلح تلك دعوات الصادقة وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها هذا وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 جاء ذلك في نص رسالة رئيس السيسي على موقع تواصل اجتماعي والتي أكد خلالها أيضا أنه بناء على ما تم إعلانه خلال الجلسة الختمية لمؤتمر حكاية وطن فقد تم تكليف المستشار محمود فوزي بأن يكون الممثل القانوني للحملة شارك الألاف من المواطنين في حفل تأييد الرئيس السيسي بمحافظات الجمهورية حرصا منهم على تأكيد دعمهم لمصر ورئيسها وأشهد المواطنون بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية مشيرين إلى أن الرئيس السيسي هو قائد مصر الحقيقي الذي استطاع أن يقود البلاد نحو تنمية والرخاء بعد سنوات من الاضطرابات وهو الضمان الوحيد لاستقرار مصر ومستقبلها أفدت وكلة الأنباء السورية سانا بأن إسرائيل لا شنت هجوما جويا على مواقع للجيش الروسية السورية في محيط مدينة دير أزور ونقلت سانا عن مصر عسكري قوله أن القصف أسفر عن إصابة عسكريين أثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية أعلنت المجموعة العسكرية في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا منتدى وطني شامل يأتي ذلك بعدما أعلنت الخارجية الجزائرية أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستورية في البلاد والتي كانت تنص على فترة انتقالية لستة أشهر وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانا لها أن القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برهمتها أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تمتلك أموالا لدعم أوكرانيا على المضى الطويل وقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيار إن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة مع الأغذيف الاعتبار وعد رئيس مجلس نواب كيفين مكارثي بمواصلة دعم كييف وكان مجلس نواب الأمريكية قد وافق على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد ولا يتضمن هذا المشروع مساعدة أمريكية لصالح كييف وفق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا ذلك لمساعدة الشرطة في التصدي لعنف العصبات القرار الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضوا وامتنى عضوين عن التصويت هم الصين وروسيا يفرض حضرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصبات الخضاعين لعقوبة ونص القرار أيضا على تشكيل بعث متعددة الجنسيات للدعم الأمني غير أممية لفترة أولية مدتها 12 شهران عوض مرة أخرى لأحمد وجمان شكرا لك يا مرنا